للحروب دوما تكلفة باهظة ولها تأثيراتها على الأصعيدة كافة ففي الحرب على العراق خسرت الولايات المتحدة أكثر من أربعة آلاف جندي فيما بلغت تكلفة الحرب نحو تريليون دولار هذا ما خسره الأمريكان في حربهم الظالمة على العراق والتي شنت حينها بحجج واهية كشف بعد ذلك زيفها وكذبها أما كلفة الحرب على الشعب العراقي فطامة كبرى فقد خلفت مأساة عظيمة وأحد أكبر فضائع الحروب في التاريخ الحديث حيث شرد وقتل ملايين البشر ودمرت المدن وخلفت الحرب ملايين اللاجئين الذين انتشروا في أسقاع المعمورة كشهود على أكبر جرائم أمريكا رائدة النظام العالمي الجديد حرب كشف زيف أسبابها بمزاعم وجود أسلحة دمار شامل وحتى اللحظة لم يعتذر الغزاة عن جرمهم بل سلم البلد لعصابات طائفية جعلت من العراق مقبرة وسجنا يضج بالأنين ويزدحم بالمآسي فمنذ احتلال العراق عام 2003 وحتى اللحظة تتناوب أحزاب طائفية على حكم العراق تحت مظلة الاحتلال الأمريكي في البيت الأبيض وأثناء استقباله لرئيس الوزراء العراقي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتهاء المهمة القتالية للأمريكيين في العراق وبدأ مرحلة جديدة من التعاون العسكري حسب وصفه حديث الانسحاب الأمريكي من العراق ليس جديدا ففي ديسمبر من العام 2019 بدأ العراق والولايات المتحدة مناقشة الانسحاب الجزئي للقوات العسكرية الأمريكية من العراق وفي مارس من العام 2020 بدأت تحلف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نقل قواعده العسكرية إلى قوات الأمن العراقية حتى الرابع من أبريل 2020 تم نقل أربع قواعد منها فيما الوقائع على الأرض تؤكد تواجد 2500 جنديا أمريكي موزعين على معسكرات أهمها قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار وقاعدة حرير في مدينة أربيل تجدر الإشارة إلى أن حكومة ترامب كانت قد قررت أيضا سحب قواتها في أواخر عام 2020 وتقلص عددها من 5200 عنصر إلى 3000 من جانب آخر تحاول الطبقة السياسية العراقية أن تصنع نصرا دبلوماسيا ينقذها من مزايدات الفصائل المسلحة الموالية لإيران وتصعيدها المستمر عقب الهجمة التي نفذتها حكومة الرئيس السابق دونالد ترامب على مطار بغداد مطلع 2020 وأدت إلى مقتل قائد الحرس التوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس الحجد الشعبي أبو مهدي المهندس الانسحاب الأمريكي من العراق هل سيحقق الديمقراطية فيها أم أن تمكين الطائفية في المنطقة على حساب الدولة الوطنية صار استراتيجية أمريكية تتناقض كليا مع القيم الديمقراطية التي تتشدق بها